أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس هاتف غالكسي 8 الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيويورك وأعلنت الشركة عن ميزات الهاتف الجديد المتعددة وتشمل تعدد الشاشات الفعالة إضافة إلى إمكانية حضور مقاطع الفيديو خلال إرسال الرسائل ويعتبر النوت 8 أكبر شاشة في سلسلة نوت منذ إطلاق النسخة الأولى في عام 2011 كما يشمل الهاتف الجديد العديد من المميزات ومن ضمنها إمكانية التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت وتخزين الصورتين إضافة إلى إمكانية ترجمة جمال طويلة لأكثر من 71 لغة عن طريق تحديدها بالقلم الإلكتروني الخاص بالهاتف ويشمل الهاتف مميزات كثيرة منها سهولة الحمل باليد رغم الحجم الكبير مع تطوير سرعة الهاتف وجودته ومن المتوقع أن توفر الشركة إمكانية طلب الهاتف مسبقا لمحبين النوت في منتصف الشهر المقبل عن طريق المواقع الإلكترونية